نبيل عماد دونجا فاكر نفسه رونالدو فاكر نفسه ميسي انت ابني ولا حاجة انت بأخلاقك دي لو انت افضل لاعب في الكرة المصرية انت ولا حاجة يعجد عني تعلمه من ابو تريكا تعلمه من بركات تعلمه من حسن عبد الرب وتعلمه من الناس التقيلة والناس اللي فعلا اسطير مش اي لاعب عندكم يجيب جنيني بقى اسطورة مش اي لاعب يلعب ماتشا كوازي بقى اسطورة تعلمه ان الاخلاق والاحترام والادب فضلوه عن اي شيء ده الادب فضلوه عن العلم تمام فكان لازم مجلس ادارة نادي الزمالك يصدر بيان رسمي في توقيتها تمام بدل المتحدث الرسمي بتاع نادي الزمالك اللي انا بقى طالب باقالة هذا المتحدث الرسمي لانه بيطلع في اي وقت وبيطلع يتكلم اي كلام ما تتعلم من المتحدث الرسمي بتاع النادي الاهل ما بيطلعش ولا بيظهر على الشاشة غير في بيان رسمي من مجلس الادارة تمام وما بيطلعش غير على قناة الزمالك لكن انت شغال في كذا قناة او شغال في اي حتة وبتطلع تهرتل في اي كلام بتعك الدنيا عليك وعلى ناديك وعلى لعبتك جبت منين قرار الانسحاب وقرار للمجلس الادارة اجتماع طاري انت اي عم هو اي كفتة في اي بدنجان هو انت اي حاجة بتقولها وخلاص انت اللي عامل تعصب وفتنة نادي الزمالك رسميا اصدر بيان رسمي بالاعتذار الكامل للامارات العربية المتحدة بيقول انها كانت اخطاء غير مقصودة الزمالك يعتذر في بيان رسمي لدولة الامارات العربية الشخريقة اصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن الاحداث التي صاحبت مواجهة الفريق ضد برامدز في نصف نهائي السوبر المصري واعتذر نادي الزمالك في بيان الرسمي لدولة الامارات واعرب عن اسف الشديد بسبب الاخطاء الغير مقصودة من اي فرد من افراد البعثة ليه الكلمتين دول ما كانوش طلعهم في لحظتها ليه ما توقعش عقوبة على اللعيبة في لحظتها ليه مجلس ادارة الزمالك ومدير الكورة ما اصدرش فرامان قوي بطرحيل اللعيبة لمصر وتغرمهم غرامة قوية عشان كله يمشي تحت الميكروسكوب علشان كله يبقى عارف تمام انه لو غلط هيلاقي اللي يكسر له دماغه هيلاقي اللي مش هيسيبه هيلاقي اللي هيعمل معه حاجات مش كويسة ما تتعلموا من النادي الاهل حمد رمضان ومجرد ان كهربا صوته عيلي في المحاضرة اصدر قرار برجوعه المصر وغرامة مليون جنيه ايه ده وطلعتهم قلته كهربا وزلي نفسه عشان راح النادي الاهلي وما بيقبطش بسبب كسرة الغرامات ايه يعني ولو مش هياخد عقده كله ولو عقده كله هيتخصى ايه المشكلة ايه المشكلة ده سيستم وقواعد نادي تحترمها على عنا وعلى راسنا ما تحترمهاش هتاخد على دماغك ده الشعار بتاع النادي الاهلي نادي الزمالك بيشدد على عدم تهاونه في اتخاذ الاجراءات الصادمة والصارمة من الناحية القانونية والادارية والتأديبية الكفيلة لنضع كل من شارك في هذه الاسمة ايه المشكلة كابتن حسين ان انت كنت قذرت فرامان ساعتها تمام وكنت نزلت بنفسك لفرد الامن ده اعتذرت له بنفسك اعتذار رئيس النادي كتحت تبقى كبيرة وهتبقى قيمة بجد لدولة العرباء الامارات واحترام الشعب الاماراتي لكن انت دخل على الناس وهم مجتمعين تخيلوا بقول ايه تخيلوا الكابتن حسين لبيت بقولهم ايه بقولهم ايه يعني شوية عصبية وايه يعني ما بيحصل في كل المدشط وبتحصل خناءات في اي حاجة وبتخلص ايه انتم مكبرين الموضوع بس اقول لكم حاجة والله العظيم بجد انا مع الي الكابتن حسين بيقوله فعلا هم مكبرين الموضوع على ايه فعلا هم مكبرين الموضوع ليه ايه يعني خناء ايه يعني ما الكابتن حسل لبيب فكر نفسه في مصر الكابتن حسل لبيب فكر نفسه تمام انه اي حاجة هتخلص بكلمتين وايه يعني ما هو ورائي اتحاد كورا تمام ولا بيصدر عقابات وراه لجنة انضباط ما بتصدرتش عقابات ضد الزمالك وراه وزيد شباب ورياضة بيحمي نادي الزمالك فايه يعني انتم مكبرين الموضوع ليه لكن في الامارات الموضوع غير كده في الامارات غير كده في الامارات في سيستم وفي ليحة وفي قوانين اللي بيغلط بيتحشي رقابته لكن في مصر الدولة كلها مع الزمالك تحاد الكورا مع الزمالك لجنة انضباط مع الزمالك وزير الشباب ورياضة مع الزمالك ربطة الاندية مع الزمالك لجنة الحكام مع الزمالك كل حاجة مع الزمالك فايه يعني هم مكبرين الموضوع ليه ما هم موغدين على كده ما هم موغدين على الخناءات تمام ما هو لو قام في عقاب وفي ليحة في الدولة المصرية بتمشي على الجميع ما كانش حد يخرج عن النص ما هو قبل كده برضو لعبة نادي الزمالك تمام وعملهم يعني يعني كابتن شيكابالا وخدش حياء الامارات كلها وعمل حرقات موسيقى جنسيا في قلب الملعب ومحدش كلمه ولا حد عقبه ففعلا الكابتن حسين عنده حق انتم مكبرين الموضوع لي ما بتحصل كتير ما بتحصل في احسن العائلات لكن في الامارات ما فيش الكلام ده نادي الزمالك بيأكد مشاركته في المباراة النهائية للصبر امام الاهل تقديرا لدولة الامارات وجاء البيان بقى كالقادي اسمع يا صديقي معايا البيان كده واحدة واحدة علشان تعرف ان كان الكلام ده لابد يطلع في ساعتها يؤكد مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب وجميع اعضاء مجلس الادارة على اعترامهم الشديد وتقدرهم المتناهي تقدرهم المتناهي لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا وجميع اكهزتها كما يؤكد مجلس الادارة على اعترامه للقضاء بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة واحترامهم لجميع قراراتهم واحكمهم ويؤكد ثقته التام به كما يعرب مجلس ادارة نادي الزمالك عن اسفه الشديد واعتذاره عما وقع من اخطاء غير مقصودة من اي فرد من افراد بعسة الفريق واننا نكن لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة كل الحب والاحترام لسيما وان جميع اجهزة دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لم تتدخر جهدا لتسهيل وتيسير عمل البحثة داخل الامارات وان اعطاء البعثة بالكامل يتم التعامل معهم بكامل الاحترام والحيادية وان جميع اجهزة الدولة من تاريخ وصول بأسة الفريق الى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وهم يتلقون معاملة راقية من كافة الاجهزة المعنية وتزليل كافة العقبات ولما تواجه البعثة سوى الحب والتقدير والاحترام من جميع اجهزة دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ويؤكد نادي الزمالك ومجلس ادارته انه وانطلاقا من اواسر المحبة والاحترام والتقدير الراسخ لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبا واحتراما لتعهدتها يؤكدون على خوضهم المباراة النهائية لكأس السوبر المصري احتراما وتقديرا للجهود المبزولة من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وتصميما منهم على انجاح هذه النخصخة من البطولة تحت رعاية مجلس ابو ظبر الرياضي ويؤكد مجلس ادارة نادي الزماني على ان دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة واجهزتها المعنية قاموا على تنظيم البطولة الحالية والبطولات السابقة باقصى درجات الاحترافية مطابقا للمعايير الدولية من الناحية التنظيمية وجودة الملاعب وحسن وكرم الضيافة والتي ليست بغريبة عن دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وفي ذات السياق ينفي مجلس ادارة نادي الزمالك رئيسا واعضاءا انهم قد ادلوا باي تصريحات او بيانات من التي تناقلتها وسائل الاعلام او مواقع التواصل الاجتماعي وان اي تصريح نسب لرئيس مجلس الادارة او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة هو ابعد ما يكون عن الحقيقة ولا يمثل نادي الزمالك ولا يعبر الا عن وجهة نظر محررة فقط كما يؤكد مجلس ادارة نادي الزمالك على انه لن يتهاون في اتخاذ كافة الاجراءات الصادمة من الناحية القانونية والادارية والتأديبية الكفيلة لرضع كل من شارك او تسبب في هذه الاسبة ايه المشكلة ان الكلام ده او البيان ده كان نادي الزمالك يطلعه بعد المغرى مباشرة المشكلة ان اللعبة اللي غلطه دي كانت تتحاسب في وقتها في الملعب ده حسين الشحات لما غلط مع الشيبي لو تفتكره ومدي ايده عليه فحركة غير اخلاقية في الملعب بعد مباراة بيرامتز لو تفتكره الكابتن محمود الخطيب اصدر فرامان قوي اصدر فرامان قوي بمعاقبة حسين الشحات داخل الملعب لسه غرامة خمسمائة الف جنيه خمسمائة الف جنيه فوريا تمام واقافه عن المباراة تلات مبارايات مايلعبش بذلك عقوبة اتحاد الكرة برضو ده ايه ده النظام ان كل اللي يخرج عن النظام لازم يتحاسب كابتن حسين لبيب غلطان كابتن عبدالواحد السيد غلطان مجلس ادارة نياد الزمالك غلطان اللي هو محتواش الازمة من البداية اللي هي وصلت لكده فاحنا بنفضل متكبرين ومغرورين وما نعرفوش ابعاد المشكلة يا كابتن حسين انت مش بتتعامل في مصر انت بتتعاول في دولة لها قوانين ولوايع انت مش بتعامل مع اتحاد الكرة المصري انه ممكن يعديلك عشان الامور تعدي لكن هو ده الصح وهو ده النظام اللي يغلط يتعاقب ايا كان هو مين انا بشكرك يا صديقي انك استكملت معايا الحلقة للنهاية قل لنا من وجهة نظرك هل تصرف نادي الزمالك المتأخر ببيان رسمي هل كان تصرف صحيح ولا تصرف خطأ مستنى رأيكم في التعليقات فضلا وليس امرا لو كنت جديد معايا اشترك في القناة وفعل الجرس وعلشان يوصلك كل جديد بشكرك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته